انطلقت المرحلة الثانية من عمل المركز الوطني لتطوير المناهج والتي جاءت تلبية لمتطلبات المجتمع وتحقيق الهدف من العملية التربوية بمشاركة كوادر تربوية في كافة المواد التدريسية أساس في تطوير المناهج هي مهارات القرن الواحد والعشرين الانتقال من عالم نقل المعرفة بالنسبة للتعليم إلى عالم إيجاد مهارات عند المتعليم اختيار المعرفة التي تناسب حياتهم تجعلهم قادرين على النجاح في سوق العمل وتحقق المواطنة لديهم يعني مطلبات المتعلم السوري تختلف عن مطلبات المتعلم الأوروبي أو الأمريكي وبالتالي انعكاد ذلك على حياته يختلف على انعكاس الشخص الآخر ومن هنا يأتي تطوير المجتمع ومن هنا تأتي رغبة المتعلم في زيادة تعلمه ركزت المعايير الوطنية للمناهج التربوية المطورة على المهارات الحياتية وتحقيق تقدير الذات والتواصل مع الآخرين وتعزيز مفهوم المواطنة وحب الانتماء إلى الوطن والدفاع عنه تم بناء المناهج التربوية المطورة وفق أسس قدرة المتعلمين واهتماماتهم وخبراتهم من خلال تطوير ثقتهم في قدرتهم على التعلم والعمل بشكل مستقل وتعاوني وعملت لجان تأليف الكتب المدرسية لجميع المواد وفق المعايير المعتمدة ترجمة نانسي قنقر